بسم الله الطلب مننا ان احنا نحل الاختبار اللي بيبقى في اخر الوحدة ده وهو دايما فعلا بيبقى فيه اسئلة مهمة جدا وبتبقى شاملة الوحدة كلها فتعالوا نشوف ايه الافكار اللي فيه والملزمة بتاعة الملخص ديت هتلاقوها على كناة تليجرام في الرابط تحت الفيديو طيب بسم الله الاول سؤال بيقول كيف ينتقل الصوت من مصدره الى اذنك فزي ما اتكلمنا قبل كده الصوت اصلا عبارة عن ايه عبارة عن تغيرات في الضغط ايه اللي بيحصل الجسم المهتز بيبدأ يحتز فبيبدأ يحصل تغيرات يبدأ يهز الجزيئات بتاعة الوسط اللي حواليه فتبدأ الاهتزازات ديت او التغيرات في الضغط ديت تبدأ تعد تنتقل ما بين جزيئات الوسط لغاية لما توصل لودنك وبالتالي الاجابة الصحيحة هي عن طريق التغيرات في ضغط الهواء لان الاهتزازات في الاسلاك والاوطار الاهتزاز في السلك مش ده اللي بيوصل الصوت من مصدره ليك دوت المصدر اه هو ده الاهتزازات في السلك ولكن الاهتزازات ديت بينتقل الصوت منها لأذنك ازاي؟ عن طريق موجات الكهرومغناطسية؟ لا عن طريق موجات الأشعة تحت الحمرة؟ لا برضو فهو الصوت بينتقل من المصدر لأذنك عن طريق التغيرات في ضغط الهواء أو في ضغط الوسط اللي بينتقل فيه الصوت يستمع احمد الى موسيقى كلاسيكية تصدر من مكبرات الصوت المثبتة في بركة السباحة الخاصة به لو وصلت لأذن ونغمة موسيقية ترددها 330 هرتز يعني مديني التردد أثناء تواجده تحت الماء ما الطول الموجة الصوتية التي تصل لأذن احمد الموجة الصوتية التي تصل لأذن احمد هتصل في المياه فلازم هنا يديني سرعة الصوت في المياه وأنا عارف ان السرعة بتساوي اللنضة في التردد وبالتالي لازم اخلي بالي ان سرعة الصوت في الوسط يساوي الطول الموجة لموجة الصوت في الوسط ده في ترددها في الوسط طيب احنا عارفين ان التردد ما بيتغيرش بالانتقال ما بين الوسط تمام فهو يديني ان التردد اللي طالع من مكبرات الصوت دي بتلتمائة وثلاثين وميدين ان سرعة الصوت في المياه ب 1493 اعرف اجيب الطول الموجة اكيد الطول الموجة هيبقى 1493 على تلتمائة وثلاثين فهيطلع لنا الناتج بالمتر اربعة بوينت اتنين وخمسين ينتقل الصوت الصادر من بوق بسرعة 351 متر على الثانية في الهواء اذا كان تردد النغمة فلازم ولا ماشي كده بترجم الكلام اللي بتقلي في المسألة لرموز فيزيائية فما الطول الموجة للموجة الصوتية نفس الكلام الطول الموجة بيساوي الفي على الاف او التردد فبيساوي 351 على امتين اربعة وتسعين فهيطلع الاجابة واحد بوينت ساعتاشر متر يجذب صوت بوق سيارة ما انتباه مراقب ثابت فلازم على طول افهم من كده ان الفي دي بتساوي زير لو كانت السيارة تقترب من المراقب بسرعة ستين كيلو متر بر اور فديت صوت بوق سيارة يعني السيارة هي المصدر ومديني سرعة السيارة فديت هي الفي سورس ويصدر البوق صوتا تردده خمسمية واثناشر يعني البوق ده اللي هو المصدر يعني مديني تردد المصدر فما تردد الصوت الذي سيد ريكو المراقب يعني هو عايز الاف دي علما بأن سرعة الصوت في الهوى تلتمية تلاتة واربعين يبقى مسألة دوبلر عادية كده عادية جدا هنمشي بنفس الخطوات اللي قلناها الفيديو اللي فات عشان احل اي مسألة دوبلر بسهولة ما عملش اي غلطة بنعمل ايه اول حاجة بنرسم الجسمين بسمي واحد السورس وبسمي واحد دي اللي هو المراقب واول حاجة بعملها دايما الصوت بينتقل من السورس المراقب المصدر المراقب وبسمي ده الاتجاه الموجب بتاعي وتعالى نقرأ المسألة يبقى الخطوتين دول بعملهم في اي مسألة طيب هو بيقول لي مراقب ثابت يبقى الفيدي بزيرو السيارة تقترب من المراقب يعني ماشي نحيته بسرعة يعني مدين السرعة والسرعة في نفس اتجاه سرعة الصوت يبقى السرعة تبقى بالموجب هنا بقى التركية مدين السرعة بستين كيلو متر بر اور وسرعة الصوت اللي احنا بنعوض بيها بتبقى بالمتر بر ساكند هل ينفع أسم متر على كيلو متر او ثانية على ساعة ما ينفعش طيب فلازم هحول السرعة دي لمتر على الثانية حولها ازاي سهلة جدا الكيلو متر حوله المتر ازاي بضرف عشرة او ثلاثة الساعة بحولها لثانية ازاي الساعة فيها كم ديئة ستين الديئة فيها كم ثانية ستين يبقى كده بقت بالمتر على الثانية طيب انا عايز تردد المراقب فيساوي تردد المصدر اللي هو متدهوني خمسمية واثناشر مضروف في الفي اللي هي تلتمية تلاتة واربعين نقص الفي دي اللي هي بزيرو على الفي تلتمية تلاتة واربعين نقص الفي اس اللي هي الرقم دوت سواء اطلعه على الآلة او احطها كلها على الآلة وطلع الناتج بالهيرتز فالناتج هيطلع خمسمية وتمانية وتلاتين هيرتز اللي بعدها فيها نفس التركية ولكن فيها فكرة تانية تبتعت سيارة بسرعة اتنين وسبعين كيلومتر طب هو رسم لي هعمليه في الخطوطين اللي انا كنت برسمهم دول هسمي ده ده المصدر ودوت المراقب المصدر هنا هل البوك ده بيتحرك بيقول لي عن صافرة انذار سابتة يبقى الفي اس بزيرو طيب هو بيقول لي بتبتعت سيارة يبقى معنى كده ان المراقب بيبتعد ده اتجاه الصوت ودايما موجب المراقب بيبتعد وماشى في نفس اتجاه الصوت يبقى الفي دي بالموجب من الديهاني باثنين وسبعين كيلومتر برقاور عرفته اللعبة بقى نضرب في عشرة او ستلاتة ونقسم على 3600 تتحول لمتر على الثانية اذا كان تردد صوت صافرة الانذار صافرة الانذار اللي هي المصدر فما تردد الصوت اللي هي سيدركه السائق يعني عايز الفي دي فبيساوي الف اس اللي هو مدهاني مضروبة في سرعة الصوت في الوسط هو هنا مدهاني ناقص سرعة المراقب هي بالموجب فهتفضل زي ما هي 72 في عشرة او ستلاتة على 3600 على 343 ناقص سرعة المصدر اللي هي zero فهحسبها وحطها على الالة هيطلع للناتج 620 هرتز فنخلي بالنا قوي من الوحدات ونخلي بالنا من كل كلمة بتتقال في المسألة وامشي بنفس الخطوات وارسم عشان الاشارات ممكن تضيع للمسائل كلها اتمنى يكون افكار المسائل دي مفهومة واشوفكم دايما على خير